استقبل نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية حمدلوزا مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لسودان توماس بريالو وتنول اللقاء التطورات الأخيرة في السودان خاصة في شمال درفور والحاجة لتكثيف الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار حقنا لدماء الشعب السوداني الشقيق وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين وتعزيز جهود الاستجابة للوضع الإنساني المتدهور وتهيئة المناخ لبدء عملية سياسية جامعة تستجيب لتطلعات وأمال الشعب السوداني